قال المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان أن القاظمي وجه الجهاز لاستمرار الضغط على فلول داعش الإرهابي وملاحقة ما تبقى منه وأضاف أن قيادة جهاز مكافحة الإرهاب شرعت بأعداد استراتيجية لمكافحة الفكر المتطرف والعصابات الإرهابية وتطبيقها على أرض الواقع من خلال القيام بعمليات نوعية تستهدف الأماكن التي تتواجد فيها العناصر الإرهابية خاصة في محافظات ديالا وصلاح الدين وكاركوكا وغرب الأنبار وفي مناطق حزام بغدادة مؤكدا تلفذ الجهاز خلال ستة أشهر الماضية أكثر من 150 عمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 250 أرهابيا من مستويات قيادية عليا وقتل أكثر من 50 أرهابيا آخر